أهلا بكم من جديد منصات البث الرقمي شهدت تطورا سريعا في عام 2020 ارتفعت فيه حدة المنافسة وتزايدت فيه الانتاجات الضخمة إذن السينما تاجر صالات العرض إلى منصات البث الرقمي والتي شهدت تطورا سريعا خلال العام الجاري ارتفعت أيضا حدة المنافسة في عالم المنصات الرقمية وتزايدت فيه الانتاجات الضخمة لأسيما على نتفليكس وديزني بلاس وأمازون وأبل بلاس فيروس كورونا وما رفقه من إجراءات الحجر والعزل العام دفع الناس إلى التزام بيوتهم حيث لجأ كثيرون إلى شاشات التلفزيونات الذكية بعيدا عن صالات السينما الأمر الذي عزز حضور المنصات الرقمية للمزيد حول هذا الموضوع من بيروت عبر الأقمار الصناعية تنضم إلينا الزميلة رنى النجار الصحفية في قسم الفن بالشرق أهلا بك معنا رنى في ألوان الشرق لليوم أحييكي رنى إلى أي مدى اليوم الظروف أو سنة 2020 تحديدا شهدت تحولا لافتا في صناعة الترفيه نحو البث الرقمي هذا القطاع بات يتحكم ويدير صناعة السينما ويقرر أيضا ويختار أوقات العرض نعم 2020 هديل فينا نقول أنه هي سنة البث التضفقي أو البث الإلكتروني بامتياز يعني نحن اليوم عم نشوف ثورة مؤخرا بديسمبر يعني لوحده بديسمبر كان فيه تقريبا عشرة أفلام ضخمة الإنتاج كانت عم تعرض للمرة الأولى بدل ما تعرض في دور السينما كانت عم تعرض على منصات البث وأيضا كمان كان فيه وورنر اللي هي أعلنت كمان بشهر ديسمبر أنه راح بـ 2021 راح تعرض كل أفلامة اللي هي 17 فيلم كمان من الإنتاج الضخم على منصتها اللي هي HBO Max فالفكرة اليوم أنه الكورونا للحقيقة هو كورونا شوي سرع بتطور المنصات وهذه المنافسة ولكن فيه كان تطور مثل ما قالتم هاكس بإحدى مقبالاته مؤخرا أنه اليوم فيه تطور كتير هائل وسريع لمنصات البث التي تنافس اليوم هوليوود ودور العرض فاليوم كان فيه كورونا سرع ولكن هني كانت عم تطور بشكل كتير كبير ونحن ما كنا عم نحس عليها لأنه طبعا كل عشاق السينما وأنا منهم كتير بيحبوا يروحوا على يعني بيكون فيه علاقة حميمة بينهم وبين الشاشة الكبيرة ويقعدوا يأكلوا البوكورن يسأل جميع هذا التطور كان كتير سريع سرع وكورونا نعم وصلت إلى أنها أصبحت أعلى إنتاجات في العالم حتى أنها أعلى من هوليوود بهذا التطور طبعا في البداية كان هناك صراع نعم في البداية كان هناك صراع بين هذه المنصات وهالصراع التي كانت تخذه إلى أي مدى أصبحت الآن متحالفة مع بعضها بحكم الظروف التي فرضت نفسها فعلا فعلا الصراع كان بين هوليوود وأول ما بلشت نتفليكس وكنا بعدها ما كتير من نسمع فيها كان فيه صراعات من تحت الطاولة ولكن الآن هي صار فيه متل ود لأنه اليوم هوليوود ما عندها دور عرض تقدر تعرض خصوصا اليوم بعد الحجر الطويل وتطورات الأمور الصحية في العالم اليوم مع السلالة الجديدة فاليوم إذا بدك هوليوود بلشت إذا بدك هيك تغازل شوي منصات البس وأيضا تحذو حذوها يعني اليوم مثلا وورر صار عندها منصتها ديزني صار عندها منصتها في عندنا أبل مثلا صار عندها منصتها فالفكرة أنه اليوم هوليوود بلشت تصنع منصاتها الخاصة لأنه ما ننسى نحن عندنا 80 سنة من السينما يعني عندها أرشيف طويل فهي كمان هون فيها إذا قررت تحط نتفلكس والمنصات الصغيرة براسة فيها تخوض معركة كتير كبيرة ولكن بالعكس هون المعركة تحولت لود وكمان بدي أقلك شيء كتير مهم اليوم الإنتاجات الضخمة هي عم بتكون للمنصات أكثر من شركات الإنتاج لأنه كمان مثل ما شفنا بالسنوات العشرة الأخيرة كانت شركات الإنتاج عم تهرب من الأموال الضخمة لأنه كمان كان فيه بلش شوية مشاكل إلى علاقة بأنه الأموال الضخمة اللي مثل أفلام جوكر مثلا بده إنتاج كتير كبير وضخم وما بيعرفوا قديش الجمهور ممكن يتلقى وقديش تذاكر تذاكر ممكن يعني شباك تذاكر يكون كبير فلذلك كنت عم تروح على الأفلام القصيرة فبس لأقلك أنه الصراع اليوم هو على أهم المخرجين مثل سكورسيزي اليوم اللي كانت عم تتصارع على أبل ونتفلكس وفازت في أبل بلس أيضا هذه المنصات خلقت العديد من الفرص للكثيرين رانا لنتحدث في حال عادة الحياة إلى طبيعتها برأيك هل ستكون العودة إلى دور السينما مثل قبل أو ستبقى المنصات مسيطرة أيضا أو بالتوازي أعتقد أن الوضع اليوم تغير جدا يعني نحن اليوم كل واحد مننا فيه يفكر قديش نحن صار معلق ببيته قديش صارت العلاقة مع العائلة والحميمية بالعائلة وخصوصا أنه في كتير شركات أصلا أعلنت أنه العرض الأول سيكون على المنصات أعتقد أن دور العرض بعد كورونا وبعد 2020 لن تعود كما كانت قبل 2021 وهذا كمان صراحة كارثة كبرى لأنه رح يكون في خسائر مادية كتير كبيرة ورح يكون فيه ناس عم تتسرب من أعمالها رانا الحديث يا طول أنا سعيدة بوجودك في ألوان الشرق وهذا التحليل لليوم شكرا لهذا المرور المميز كنت معنا الزميلة رانا النجار الصحفية في قسم الفن بالشرق من بيروت شكرا جزيلا لك حصدت شركة زوم لخدمات الاتصالات المرئية شهرة عالمية بعدما أجبر الناس على إجراء اتصالاتهم واجتماعاتهم عبر هذه المنصة وذلك بسبب فيروس كورونا بعد تحقيقه نجاحا كبيرا خلال العام الحالي تطبيق زوم لمؤتمرات الفيديو يعلن طرح خاصية خدمات البريد الإلكتروني والتقويم يبدأ أيضا زوم مرحلة اختبار منتج البريد الإلكتروني في وقت مبكر من العام المقبل بينما يظهر التقويم فيما بعد وعلى خلفية كورونا أيضا ارتفع سعر السهم بنحو 450% جراء الارتفاع غير المسبوق في العمل عن بعد خلال السنة الجارية زوم تطبيق التواصل اشتهر بفضل فيروس كورونا في سعر أنحاء العالم مختصا بمكالمات الفيديو حيث يصدف أحد المتصرين المكالمة ويملك كبير الصلاحية